اشتركوا في القناة 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 كيقدر ما يأكلش بزاف ولكن نفسية دياله مرتاحة يقدر يغلاط أخويا المادي ما كي لاش العيالات ما كي تقلقوك يأكلو بزاف ما كي ناس نفسية يغلاط وتكتأبو بالعكس عند بزاف ديال النساء المرأة كتكتأب كتمشي تي بدأ تتبلغر تلاجعو الماكلة وهذا وكتغلاط كتكون فرصة أن ماشي دي ماكين هي اللي عزيز عليها الماكلة توسن في الموزنة مثل اكتئاب تزيد في الوزن ما تنقش عند بعض الناس عمام أسعدات هم الناس اللي كيكتأبو تيضعفو من فغلا بلوبباغ اللي تيكتأب تيغلاط باش نحيوها الشي كامل و باش نساوي لنا الشي كامل ما كيش محسن من الآجر من الحسنات وزيارة مكة المكرمة عندنا واحد الخبير معك المهدي فيما يخص هذا الموضوع وخبير رائع جدا للمشاهدي الكرام لأنهم غادي يقربونا واحد جوج ديال الرائعين من أجواء اللي كتعيشها في مكة المكرمة هو فيديو وطائقي جديد على مكة المكرمة فكرة هذا الفيديو لكل من مهدي بن ناصري وأيمن بوبوح مشاوحتل هذا المكان المقدس جابوا لنا هاتصور رائعة نشوفوا الفيديو وأنه حتى المكان هذا المقدس كيف كيف كتجي تتحس براحة القلب تتحس روحك من معناها مرتاحة كثير وفيما أرى القرآن هناك إنه مختلفة إنه مختلفة بأطرقية لأنه عندما أرى الأيات وإنه تتحس براحة القلب وإنه هناك إنه شيء كذلك إنه ليس بمعنا في إستمول إنه مختلفة إنه مختلفة جئنا إلى مكة لنكتشف أسرارها وكنوزها ونفهم المعاني التي جعلتها سيدة مدن العالم الإسلامي وأكثرها مهابة وقارا وعظمة جئنا لنفهم لماذا تأسر هذه المدينة القلوب وتستولي على العقول إذن كيف ما شاهدنا هي صور رائعة جدا هذا الفيديو هذا والاسم دياله معاني مكة الاسم دياله هذا المشروع هذا اللي غيكون متوفر يعني في اليوتيوب انطلاقا من اليوم يعني بالليل صاحبي المشروع كيف ما قلت هو مهدي بن ناصري ومصور ومخرج وكذلك أيمن ببوح مدون طبيب جراح غيرتكلمون لنا حصريا على هذا الفيديو هذا السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بنا عندكم في برنامج معكم قبل الفطر مشروع معاني هو منصة لك تضم مدونين مغاربة كيكتبوا باللغة العربية ومنصة مفتوحة الجامعة أي واحدك يعرفه يكتب مشروع معاني هو منصة فيها انتاجات مرئية هادفة والحمد لله في طرف سنتين معاني فازت بأفضل موقع مغربي في مسابقة ماروك ويب أورتس معاني من مكة هو أول برنامج وتائقي ديال معاني اللي قرب المسلمين في الأجواء الرمضانية أهم المعاني المستنبطة من مكة المكرمة معاني من مكة هي أول حلقة من سلسلة اللي اسمتها معاني من واللي من خلالها كنزور بزاف ديال الأماكين تم تصوير معاني من الهند معاني من الأمازون في البرازيل وغاد يكونوا كذلك حلقات من وسط المغرب المهم هو أننا كنديروا واحد الرحلة كنتعرفوا على واحد المكان كنتلقى مع واحد الأشخاص باش نجبدوا منهم رسائل ملهمة باش أننا كنكسروا واحد الأحكام الجاهزة ونتمنى إن شاء الله أن يكون تجاوب من طرف الجميع مع هذا المشروع هذا ويتم تشجيع المبادرة ونتمنى لكم رمضان مبارك سعيد للجميع رمضان مبارك شكرا لك المدية وأنا من بين الناس اللي عادينا نمشي ونتفرج في هذا الوقت يقول أنهم هاونا نقربوا ونلامسوا الأجواء رمضانية في هذا المكان والمقام المقدس اللي يجعلنا من الزوار دياله إن شاء الله الله مرحب شمال الخبار عندك نتي يا ليلى من معاني غندوزول جمعية مغرب الثقافات لكتنتم شاركة مع وزارة الثقافة الدورة الأولى لمغرب الثقافات للمصرح وهتي غيكون ان بغاليل مع مهرجان موازين اللي كي تنضم في الدورة دياله 17 من 22 إلى 30 يونيو 2018 فصراحة البادرة طيبة جدا لأنها كتشجع تنوع الثقافي وتشجع هذا اللون الفني اللي هو أبو الفنون اللي هو المصرح وغادي تتعطى فرصة للفرق المؤهلة غادروا نبخي سيلكسيون في جميع الجهات ويبنس كالكاتر جوان حبسوا البخي سيلكسيون الولانيين ديبغي يديزوا البخي سيلكسيون تانين ديالجيهات ومن هاد الفرق المؤهلة غادروا نبخي سيشاركوا أيضا في التدهور المصرحية العربية بمدينة وجدة وبالمهرجان الوطني للمصرح بتطوان ومشاركة للعلم اللي المهتمين الناس اللي بغاين مثلا يحضروا لهاد لهاد الإقصائيات غايت نضموا في مدينة الريباط وغايتكون مؤكدا في إحدى المساريح والمزيد المعلومات قدرت تمشيوا لتحصلوا على ليدات اكزاكت فايت لك درشي المصرحة ليلة درت المصرح باينة درت المصرح درت المصرح تعلمشي بزاف كنت تعلموه بزاف من المصرح بزاف كتتعلم التقاف النفس كتتعلم أنك كيفاش تعامل مع الآخر وكتولي بلو سوسياب لأنا فاش كنت صغيرة كنت خجولة بزاف كنت جيتي تخي تيميد كنت كنت شمي بزاف كنت كنت حشم بلقياس وهذا القضية خلتني أنني شي شوية تكون عندي شوية دي التقاف النفس باش نقدر نواجه لعالم الخارجي ومهمة وهذا لكوب حال جونغ دكوب كيت نسحوتها لوليدات الصغار كي سنتيميد كم اكتفيتة بغا سكولار إن شاء الله الناس كاملين المشاهدين العايزة اللي كيتفرجوا فينا يتموا أكتر وأكتر بالمصرح في انتدارات الشيء دي ندوزوا الفقرة دي المنشطة مهدي شوي ولي هي قالوا الوالا قالوا الوالا ما يحس بالمزود غير اللي مخبوط به التواصل مع الآخر كيتم بطرق متعددة ومتنوعة واللي من بينها كيف ما شفنا في الحلقة الماضية هي الكلمة الطيبة وكيفاش يمكن لها أنها تخلي واحد الآثر إيجابي على نفسية الفرد في علاقته مع نفسه ومع الآخرين اليومها سنتكلموا على المشاركة الوجدانية اللي بيها يمكن لك أنك تساعد مع الآخرين تعاطف معهم تسمع ليهم ترشدهم وتعينهم وعلى فعل الخير تدلهم فكيف ما تبغيذ الخير لراسك بغيه ليهم باش ربي يسهل عليك تفك مشاكلهم وتعينهم واللي ما فيه ما يعطف أشده لرحبة الملحة كي يزحف فلا الثقافة ولا المعرفة ولا الخبرة ديالك يمكن لها أنها تساعدك في غياب الذكاء الوجداني الذكاء الوجداني اللي عنده أثار قوي على الحالة الصحية في مواجهة المواقف العصيبة اللي كمر منها الإنسان سواء في علاقته مع نفسه أو مع الآخرين والذكاء الوجداني كتكون من خمسة ديال العناصر أساسية واللي هي الوعي الاجتماعي وإدارة الاجتماعات الوعي بالذات وإدارة الذات ثم التحفيز بالنسبة للوعي بالذات وإدارة الذات كيرتابطه بعلاقة الفرد مع نفسه بقدرات دياله بالإمكانات اللي كيملكها من فعالات دياله والميونات دياله ماشي مثلا من كترة الفرحة تسمي ولدك قرحة ولا ما تلقى ما تدير تبقى عاطيها الشكاوي وإنت في قلبك من المشاكيل خاوي فتحكم فراسك وفي انفعالات ديالك وإلا كنتي مع الصب مثلا وإنت واقف قلس وإلا كنتي جالس وإنت مع الصب وقف بدل ساعة بخورة وخلي الجرح يبرى والوعي الاجتماعي وإدارة الاجتماعات فكيتعلقوا بطريقة تعاملك مع غيرك ومعرفة قدرتك على فهم الآخرين سلوكاتهم دوافعهم سواء كانوا فرحانين ولا فقعانين فحط يدك في قلبك والذي يضرك يضر الناس ودير رأسك في بلاستهم وشوف المشكل من الزاوية ديالهم باش تحس بالمزود اللي هما مخبوطين به والمشكل اللي غارقين فيه حس بهم قلبك اسمع ليهم بودنيك وشوف المشكل بعينيك باش تساعدهم يلقوا الحل يعني ممكن نقوله مهدي من بين الحلول يكون رأسنا صغير وكن نسمعهم زيان طبعا أسامة نسمعوا لهم ونتصنتوا لهم لأن هناك فرق بين الإنصات والاستماع الإنصات يكون مقترنا بالتركيز بالجوارح ديالك بالعقل ديالك بالقلب ديالك للآخر أما الاستماع هو أنت يا معه تماما ولكن البال ديالك والعقل ديالك في جهة أخرى فستحضر المشاكل اللي تزتي منها باش تساعده وتحطيه المشكل مش تدير عين ميكا على ظروفهم وتحب راسك بأنك قطعت الواد ونشفر جليك وتنسى مداز عليك رد بالك راح تسمطك الدور وملتاج كيحتاج مدام جا عندك إلا وأمنك باش أنك تساعده وتحل المشكل دياله وتفهم حالته راح اليوم عليك وغدا عليه واللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقائبها فالله يجيب اللي يفهمنا وما يعطيناش نطلبه الله يقربنا من اللي يفهمنا والناس اللي كان بغيو ودير في بالكديمة راح ما يحس بالمزود غير اللي ما مخبوطش به شكراً بزاف على هذا المعاني المهدي أندوز لداب الفقرة الدديكاس من إينا بلاد أنا الدديكاس اليوم اللي لينا نهار على نهار محبتنا الجالية المغربية كتزيد كيف ما محبتهم دينا كتزيد وغنخليكم من إيطاليا فقرة الدديكاس السلام عليكم أنا سامير القهديوي كان نعيش في إيطاليا في المنيني وأنا من نتيجة وردازات بغيت نقول لكم رمضان كريم بغيت نقول لكم فحو السلامة إن شاء الله وطنع مد لجميع الأمة الإسلامية و بغيت نقول لكم حنا كان نعيش أزواء رمضان هنا وخمشي فيها المغرب ولكن كتزواء مع الأطبقاء والأحباب ويمكن نديره بكل أزواء الخامة كنت نديره لكنا من بعد الزالية كنا تكلفوا بالطعام وبالسيوات مع المهدي في أطباق أصل الأطباق وحد الطباق اللي غنقدمه اليوم ما عنده علاقة بوحد المتال الشعبي مغريبي كنقولوه غيب لمهلك تنكل بوتنجال اللي هو طباق زعلوك الزعلوك طبق مغاربي ذو شعبية مميزة عرفة في المغرب والجزائر وتونس وإن كان مع بعض الاختلافات في الطريقة والمكونات لكن يبقى أساسها الباذنجان المقلي أو المشوي مع الطماطم والفلفل بنوعه الأخضر الطيب والأحمر الحار يقدم الطباق كمقبلات أو كطباق رئيسي كما أنه من الأطباق الجانبية على المائدة كسلطة عديدة هي الدراسات التي أثبتت أصول الطبق الأمازيغية ونشرت وصفة الزعلوك في صحيفة ديديلي تيليغراف البريطانية في عام 2011 من قبل ستيفي بارلي كما وصفته الأمريكية بولا ويلفيرت الفائزة بعدد من جوائز كتب الطبخ بأنه أفضل سلطة مغربية أنتو قفو بعد اللحظات فاصل ومن بعد نواصل ومن بعد شوية من دبا شوية دي خطة لنوي التحق بنا الفنان المطرب الرائع مراد أصمر يكون حضر معنا فاصل ومن بعد نواصل مرحبا بكم مجديد في الجزء التاني من طولك شهر رمضاني واليومي معكم قبل الفطور ما زال معنا ليلة البرق والتحق بنا الضيف الفنان المتعلق والمطرب مراد أصمر حاضر معنا مرحبا بكم بركة واشترك الله يبرك فيك أخي أسامة أختي ليلى ومرحبا متتبعين ميديان تي في ومعكم قبل الفطور كيف تدوز اليوم الرمضان يديلك مراد كيف تدوز تقريبا لا تجيز خدمي يوميا لا وكيكون ريتم كيت بالدل عندما كيبقاش كيولي عائلي أكتر بالنسبة للفنان يعني هذه الأوكازيون اللي كيكون فيها بيتوتي نوعا ما طبعا كنت شوفوا التقوص دي رمضان المغربة ربين بحال جميع المغربة كينا ما زلزة مسألة الرحيم القيام الأخلاق كل شيء موجود أكيد طبعا أكيد ما يمكنش لكن قولهم على غيزو سوسيوم على سمارتفون ولكن لا بد خير عمرهم يتقطع إن شاء الله بإذن الله أكيد والحمد لله شيء معروف على المجتمع المغربي بريد نسولك مراد على التعريف ديالك للكلمة الهادفة شنو هي بالنسبة لك الكلمة الهادفة الكلمة الهادفة هي اللي كتعبر على واحد الواقع معاش ولكن بصيغة لائقة يعني حتى الصيغة ممكن تكون كلمة هادفة ولكن كنت لقاوها الصيغة ديالها أو لصيغة دي مثلا من الشائر الموضوع ديالها هادف ولكن طريقة لتطرق بها ذلك الموضوع شوية بتكون بعد المرات خادشة للحياء وش في الختيار دي الألفاض ولا في الختيار دي الموضوع إلى الموضوع يقدر يكون هادف ولكن الطريقة لتطرق بها الموضوع بكلمات ربما تكون شوية فora حبة تكون مزج بيناتهم يكون بني. الموضوع يكون هادف. والكلمة تكون زوينة. في نفس الوقت يحكى ويقال ويسمعه أنه الموسيقى والمجال الفني اليوم يخدام بالموضع أو يخدام بالموجات. في هذا الوقت كانت الموجة كذلك. الموجة لهذا النوع الفنانين. الموجة لهذا النوع الكلمات. يعني إذا يجد الكلمة الهادفة ليس كنت أقول هذه الموضع ولكن صعيب. صعيب بزاف. لا أنا لم تفكش. ألا أنا الموجة كينا في تطوير الموسيقى وذلك شيء يعني. إذا جينا نرجع لتاريخ الموسيقى العربية اللي كبرنا عليه مثلا. في عصر سيدة أم كلتوم يعني كان قبل تغني المطولات اللي هم معروفين كالأطلال وما يليها. كانت تغني طاقة صغيرة. طاقة صغيرة لليل. يعني الوقت دياله ما كيتجاوز سربعة دقائر خمسة دقائر. ومن بعد كتطور الموسيقى. إحنا ممكن نطوره توزيع كيف ما بغينا. نشوف آخر ما كان في التوزيع وفي التطورات والتكنولوجيا. ولكن أنا كنهضر على المغزى ككل من الفن. ما رديش نغيره. لأنه مادم بقى في فلاسة والقامر بقى في فلاسة والقامر بقى في فلاسة والقامر. بقى نعيش نفس الحياة. بقى نحن في قيد الحياة. سنعبروه لها بطريقتنا. مع بعض الإضافات. ما رأيك؟. هذا بولت تندانس كيف ما قال أسامة. هي أنك تكون أغنية مبنية لكلمة واحدة. وهذه الكلمة هي اللي يقلبون لها بجمع الفنانين أن يدروا بها لبس. كلمة أو عبارة. كلمة ديال اللي تتقل في الشارع. فهمتي؟. ويمكن تكون صعيبة أنك تقولها مثلا قدم وليديك. كل هذا. هذه من ناحية. وشنو رأي ديالك مثلا في هذه القضية؟. وشكتشوف بأنك نغير في المغرب أو كنت في دول أخرى؟. وربما احنا عدنا شوية بشكل طال. واحد القضية للإشارة أن البوز ممكن ما تديروش قاع بأغنية. ممكن تديرو بحركة. أولا بكلمة ما عندها علاقة بالغناء. أولا شخص اللي يدير البوز هو ما عندوش تأغنية دياله مثلا. وكان كان متواجد بزافة في الغيزو السوسيو. لذلك يدير البوز. هذا موضوع ثاني. ولكن البوز، أنا قلت لك لأن البوز أرتيستيك ديال الواحد فينا. من بعد غي يلنسي الأغنية دياله دياله. اللي لا لغدا كل شيء تصبح كيم غنيها. ومشي كبار وصغار. وجميع الطبقات ديال المجتمع كيردومكي. زيما غير الأحياء الشعبية ولا هذي. كل شيء تردد. هذا البوز أرتيستيك. أنا قلت لك على الأغاني اللي تكون فيهم كلمة. وديك الكلمة. هي اللي تدير البوز. هي اللي تدير البوز. لأنها جديدة. ولا دخيلة على الشعر. ولا دخيلة على. شوفي. أنا قلت بأن كل واحد كيم بزافة الأنماط ديال الفن. وكل واحد يمشي لشكل اللي هو مميز فيه. أنا قلت أمن غير في التميز. وعطينا شي حاجة زوينة. شي حاجة زوينة. ونديروا لي كادر ديال الدهب. مرحبا. أما تعطينا لا شيء. ونديروا لي كادر ديال الدهب. غير يبقى لا شيء. مثلا. كانين بزاف اللي مكادرين بكادر ديال الدهب. وهو ما يستحقش. ما يدومش. كان بزاف اللي. وهو ما مصوقش. لأنه يشوفه. غير يستفد من هذا العمل. ما يشوفه. غير يقدم الجمهور. ما هي الرسالة اللي غير يعطيه. غير صغار مثلا. كل واحد عنده. والمنافسة الشريفة؟ كان بعض طرق اللي هي طبعا حديثة العهد جديدة. كيتعاملوا بها لكي توصل الأغنية هذا. ولكن جابت الوقت. ما يمكنش نسالخهم الكوكبة. نحن كنا أولاد العصة. كتدوا على الإشار ديال اليوتيوب. كتدوا على نسبة المشاهدات؟ كان طرق كثيرة. كتدير. أنا كان آمن. شوف. أعطيني أغنية زوينة. حس بك بغي تقول شي حاجم. ما بغي تقولها في نص الوقت. اللي بغي نقوله. أعطيني أغنية زوينة. ودير الطرق اللي بغيتي بشتشهرها. أما بشتفرض علينا الوباء. 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 أنا كان أعتبر بعض الأشياء. الوباء السمعي والبصري والحسي. طبعا. هذا صعيب. لأن كنشوف دبا أكتويل. أنا كيف ما كتعرفه. عشت بزاف في مصر. وما زال على تواصل بالقاهرة. كانتشوف الجينيريكات. مسلسلات. وكانتشوف أغاني. وكيف أجدك شي. كانت منها. نحن تنود عندنا القضية شوية. تزيد شوية القدام. وهاتش على السولتك. نحن عندنا غيرها. للواسط الفني دينا. وهاتش على السولتك موراد. على العالم العربي. لأن العالم العربي. كتشوف مثلا غير مصر أو بلدان أخرى مجاورة. لا يحتاجون أن يستعملون كلمات شوية. وتنجحوا وتوصلوا العالم بأسره. مثلا الفنانين. الإخوان صحابنا. في المشرق العربي. لا يحتاجون أن يوصحوا الكلمات. لكي يدروا الإشعار. وكانت لحن زوين. وكانت موسيقى زوين. وتوزيع زوين. والظروف. ولكن طبعا كان لدينا واحد العذر. فرق كبير. لديهم شركات إنتاج كبيرة. والإنتاج قوي. حاجة وحدة. أن أغلب الفنانين المغاربة. وأكيد أختي ليلا أنت تعرف هذا الشيء. يخدموا بإنتاج خاص. ولكن هذا ما لا يبرر أن نديره نامبوخ تكوى. أكيد. بما أنك موجود معنا مورد أسمر. ونشكرك على قبول الدعوة. لديك ميكرو. وممكن مقطع غنائي. يكون هناك طابعة دينية. وأكيد طابعة دينية. لأننا في الشهر الكريم. ممكن تمنع الأخت ليلة. هذه ترفقك. واحد شوية. لا لقد تنفسك. لا لا لقد تنفسك. لا 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 سكني اسطى قلبي حبي يا كرام. سكني اسطى قلبي حبي يا كرام. حبك يا محمد حرام لمنام. حبك يا محمد حرمني المنام اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حرمني منامي ودمعي حرمني منامي ودمعي يسيل وشوقي دعاني وجسمي نحيل اللهم صلي على المصطفى اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام تبارك الله عليك ماشاء الله مراد صوت جميل صوت رائع وديما كنت تبدأ في الجديد من بين الجديد ديالك كنت أغني الفننة سعاد حسن كنت أعمل بيني وفي الفننة سعاد حسن في أغنية مغربية محدة 100% وكانت منها إن شاء الله تكون عند حسن ضن الجمهور المغربي والعربي إن شاء الله بإذن الله عندي لك بعض الأسئلة إذا ممكن هم فيهم جوش اختيارات وخصك تجاوبني على الاختيار ديالك وبسرعة وبصراحة بطبيعة الحال إذا كنت لك مثلا 100% ولا كازا 100% وخانا ولد كازا والحيل محمد لا أقول إذا كان ميل بزاف الطبيعة والهدوء 100% في أميد أو في الوبنان ميصر طبعا وميصر أو المغرب المغرب الحمد لله خلاشينا لا لا شو تهرب علينا المراية أو الحقيقة لما المراية كنت أقول المراية تزين كتبدل كتجمل أو الحقيقة إذا ما فاس لا أنا كنت أعمل مع الحقيقة أكثر وخانا المراية والمراية اللي درت في الأغنية دي اللي رمعناتها حقيقة الروح والدواخل دي للبشر هذا الشيء لشي قلنا هذا السؤال قبل الفطور أو بعد الفطور قبل الفطور كيكون دعاء مستجب الحمد لله جيل جيل الله أو ناس الغيوان ناس الغيوان جيران تكريم أو كاشي صحيح أنا كاشي صحيح لأن كاشي صحيح ندير به ربما حاجة جديدة الجمهوري وتكريم ونقول لهم لا أحب الوليدين كاشي من الصراحة ديالك مراد أنت أهضرتي على الخيل وتلا إلى اليوم أشهدر لنا على الخيل للعودة للفنتازية فقرة النساء ونساء فقرة نساء ونساء أغاندوه على واحد السيدة لسميسة حليمة البحراوي اللي هي أول خيالة مغربية كتعرفها مراد سور الأب ديالها كانت عنده فرقة اسمته عبد الإيلة البحراوي تاوي كانت يدير تبوريضة واللي هي الفروسية التقليدية المغربية بداية ديالها كانت في 1990 كان عندها يالله 13 العام فاشغلت تمشي في عيد العرش في واحد المعراجان تبوريضة في المحمدية وهناك تطلب من شي حد أنه يركبها فوق العود باش تاخد صورة غيجاوبها ديالك السيد ويقول لها لا بنتي راح شوما وحرم أن البنت تركب فوق الخيل هناك هذه القضية هذه السيطوات وهي عندها 13 العام ولدت لها واحد نوع من الصدمة وخلتها أنها تحدى المشجمع والفكرة اللي كتقول بأنه ممنوع أن البنت أنها تركب الخيل وبهذه الطريقة تبدأ المشوار ديالها وغا تربح ثلاثة ديال المرات بطولة ديال المغرب وغا تحصل على جائزة تكريم الحسن ثاني ثلاثة ديال ثلاثة ديال المرات من بعد غا تدخل غا تخدم معها في واحد الفرقة ديال تبوريضة ديال دوكورية غا تكون هي العنصر نيسوي الواحد ومعالي الأمينة الله يرحمها غا تكون واحد غير جدري في حياتها بحكم أنها غا تشجعها لأنها تأسس أول فرقة ديال تبوريضة النسوية في المغرب من بعد غا تبدأ واحد المشوار رائع جدا بحيث أنها غا تقول هي تخرج علي ديالها مقدمات وفارسات اللي غا تقول ويتنفسها معها في نفس الحلبة أو المحرك ودابا المرأة المغربية غا سائل والتي تقوية في مجال تبوريضة للإشارة استدت واحد جمعية لها جمعية السلام لفارسات الفانتازيا وهذا شيء تحت القيادة ديالها أمينة اللي كانت تشجع بزاف الفروسية الله يرحمها من بعد غا تمكنوا النساء أن يحترفوا في هذا المجال لأنها غا تدير واحد نادي أيضا ديال الفروسية وغا تبدأ البنية الصغيرة بعد 10 سنوات أنهم يدخلوا وبدأوا يديروا الإكتاسيان أو تبوريضة اللي هي الفروسية تقليدية كتقول بأن خاصة هذه المهنة تقنن ويتوفر لهم دعم مادي باش تضمن الاستمرارية وما يبقاش عايش العشوائية واشم تافق معايا مراد على أن الفانتازيا أو تبوريضة فيها نوع من العشوائية بحكم أنك أنت عندك الخيل ديالك وكتمارس هذه المهنة قدرون قلوا مهنة شوفي هم مرة ما كانت هي كتجري في الدم ديال المغاربة الفانتازيا منذ الأزل أكيد يعني هذا شيء ما كيختلفوش فيه اتنين إنما بفضل الأميرة المرحومة الراحلة للأمينة رأت نور ربما ولت عندها أبعاد أخرى ولت رياضة كتتمثل المغرب خارج المغرب الفانتازيا ولت عندها واتطورت ومشات بخطة جميلة اللي كتشرة في المغرب ما هي حليمة بحراوي كتقول بأن الفرق دب هي كتجيش مقدمة كتتعلم الوليدة دياله ومن بعد كتجيش مقدمة أخر كتدي لها الأعضاء ديال سميت وقالك ما كانش واحد تقنيني كتقول بأن دروري هذاك لتتعلم يكونش انتيزام وحد نوع منتيزة لأن كين بزاف أنا بحكم قريب من مجال كون كتعرفون هوايتي مفضلة هي الخيل كين بزاف المشاكل صعوبات وكين أنا مثلا عندي وحد جمعية في الشاوية ديال وحد شباب منهم اللي كيقراء ومنهم اللي تيخدم وكل دي جون يعني كي داروا ديز ايكونامي يعني وفروا فلوس وشراوا خيل بشي حافظوا على التراث منهم يعني يعني غير من نفسهم مش حكي سوى الخيل وصدقهم من إيلة يعني كين العود من إيلة من إيلة كين من من فاميل دي عام 20 ألف درهم حتى 100 ألف درهم حتى 200 ألف درهم وانت لا وعليش واحد كيدين رايشت 20 ألف درهم وكين بعض الموصفات يعني كين بعض الموصفات وش دم دياله وش الأصل دياله هما اللي شوفوا اللي كاركبوا علهم الفانتازياء هما الأغلبية ديالهم الأغلبية كيكون إما بربارية إما عربي برباري لأن في شمال إفريقيا كان الفرس البرباري هو اللوكال هو الفرس المحلي من اللي جات الفتوحات الإسلامية من الشرق جابت الخيل العربية الأصيلة وفادك تزاوج بين سلالتين عطهد العربي البرباري اللي هما ديال الفانتازية اللي عندنا اليوم فايت لك شارك شيفشي تبوريدا لا تبوريدا لا أنا كان ركب في النادي ولكن عندي الجمعية ديالنا ديالتبوريدا اللي كان مشي معاهم الموسم وكان ما بصراحة كان ذوك الشباب كي السهل الواحد يمشي معاهم ويساعدهم لقد ما قدر ما يمكنش أي واحد يجرى بيعك لا اللي المبلي اللي فيه ديالك هي أصلا ديالك المجال يقدر يخطفك في واحد اللحظة تلقرصك مبلي مالون تخيطين ديال الخيل صعيب زيما بحل لن تخيطين ديال بيبي ديال دري صغير لأن العود رأي يجري في الدم رأي وحد الحب غير طبيعي يقول أنت شوف تصور ديالك مشي مع الخمسة الصباح للسوق ديال الخيل غير مجرد باش نشوف الخيل يعني باش مقا نشوف هذا الجديد ما زل معنا مراد أصمار نديره فاصل ووقفه مع الوصفة الجديدة ديال اليوم هاد الحلقة نشوفوا شنو جلينا الشيف محاو ومن بعد نواصل السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دوق وتمتع في هذه الحلقة سوف نصوبوا الدرعي بالسلسة المصير والزعفران أول حاجة سوف نأخذ شوية الكريم أو شوية الحليب نخلطه مع شوية الدقيقة إذا لم تكن الكريم سوف نأخذ ها ونقصرنا ونسttق ونقصرنا 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 ونقصر الزعفران بأسفران ونقصر من ثلاثة ونضيف ونقصر أسفران أسفران هذا المصير ثلاثة سوف نقتصر زعفران ونقصر نقطع فضلا نقصر أعتقد غير لأنه يوجد ملح لدينا مدق ملح لنضيف الملح فأنتم هل سأضعوا مقفلين ونضعوا الصلصة ونحرقوا هنا أجعلوا الصلصة إذا كانت توجد لنا الصلصة كريم والصفر سأضعون الحوت سوف نضغط ثلاثة طريفة سوف نضغط شرمولة عادية ثم نضغط حمارة ثم نضغط طبيعة الحال سوف نضغط قلبه سوف نضغط نفس العملية ثم نضغط صلصة سوف نضغط صلصة ثم نضغط صلصة ومصير وزعفران سوف نضغط فقط نضغط صلصة سوف نضغط الشرم سوف نضغط لحما سوف نضغط مقلام ثم نضغط ثلاثة طريفة ثم نضغط ثم نضغط طحين لتضغط لن تضغط الحما ثم نضغط سوف نضغط الحوت سوف نضغط الحوت سوف نأخذ الكريمة سوف ندفع لها العفية والكريمة اللي وجدت سوف نضغطها في التمصير سوف نضغط الحوت سوف نضغط هنا نضغط زفداد نضغط مدبع نضغط نهاية سوف نأخذ الخضراء سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف مرحبا بكم من جديد في الجزء الأخير ونتوك شهر رمضاني واليومي معكم قبل الفطور وجمعة مباركة من جديد ما زال معنا ليلة البرق وما زال معنا كذلك الضيف والفنان المتعلق مراد أسمر مراد أسمر مقاش لنا بزاف ديال الوقت شدي نسوي لك على بعض الأسماء الفنية وتعطيني إلى ممكن جملة على الرأي ديالك في هذه الأسماء محمد باطمة أذك حبيبي أذك فناني هو أول إنسان أكتشفني في الحياة المحمدية وأنا من المعجبين بفنه وبشخصيته والله يرحمه أسمع المنور فنانة جميلة وصديقتي وكتربني بزاف من الأصوات التي كتربني ونتمنى تزيد تكتب لها أو تحليها مراقبا إن شاء الله بإذن الله إذا كتب الله تكون مفاجأة أخرى من غير الإصابية حنان الخضر كانت من الله توفيق جميلة يعني محتاجين بحال ذاك الوجوه يكونوا عندنا في الساحل في المشهد الفني المغربي ليلى غفران ليلى غفران كانت هي سبب سفري لديار المصرية وكتعجبني أغانيها على فكرة أنا من المعجبين بأغانيها بزاف عائشتي شنو عائشة نقول أختي نقول صديقتي نقول إنسانة قريبة مني أكثر من أن فنانة قريبة من قلبي بزاف في أن إنسانة طيبة وفعلا فنانة التي تنطبق على المعنى الحقيقي لكلمة فنان سايد نصيري سايد نصيري مفروح ولكن قلبه بيض مفروح ولكن قلبه بيض أنت عارفة لش أنت عارفة لش لا لا قلبه بيض بصحني سايد لدينا واحدة مسألة واحدة أخرى أخر سؤال هو الضيف اللي كان البارح كي سوى الضيف اللي يجي اليوم على السؤال كيف تشفوا السؤال خلالك الضيف اللي بارح؟ سؤالي وش غادي بإمكانه يحضر معنا في روسيا؟ تفضل أسي مرة يعني يشرفني طبعا يزيدني شرف ولكن هلا حسب الظروف ولحسب المتاح إنما لكانت شي دعوامي عند سي عزيز بودر بالا و سي قجع نمشي مرحبا بدورك خلي سؤال الضيف اللي يجي غدا بلا ما تعرف ش كنا هو باش نكتشفوا و روحت شويق شوي ها يكون ممثل مغربي مشهور؟ واش تقبل نكون معاك مثلا في شي دور سينمائي ولا دور تقبل يكون معاك موراد أسمر؟ جميل جدا موراد من الإميسيون دينا يدبر على المشير روسيا ويدبر على دور مطولي برافو علي برافو موراد شكرا بزاف نتلقى أنت خاربة إن شاء الله الله يبارك فيك و شكرا لكم مرحبا شكرا ليلة نتلقى وغدا شكرا للمتتبعين ومشاهدين نتلقى وغدا إن شاء الله بزاف بزاف فرأسكم وبينتنا نعاكم قبل الفتار شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة